ما هي يهبأ العلاقة بين الأزمة الاقتصادية العالمية وسوق العقارات وما تدعيات انخفاض أسعار المنازل على اقتصادات الدول يجيبنا الخبير الاقتصادي أحمد عقل ضايفنا في الستوديو صباح نور وأهلا بك صباح نور كيفك؟ كيفك؟ يعني تفضلي لا هو لا أنت مهتم يا أكتب تفضلي لا 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 ما عندي عقار لا اشتري ولا بيع ولا أنا لا طيب أبدأ ابدلش ما هي برأيك الأسس السيد أحمد يلي بنيت عليها الدراسات يلي توقعت انخفاض أسعار العقارات لأن الناس اليوم مثلنا مثلا أنا وزميل تهبأ ما عندنا كتير خبرة بالعقارات ممكن أن نأخذ ذلك من باب الشائعات على ما نعتمد لا نعرف إذا هذه الدراسات موثوق فيها أم مجرد شائعات اقتصادية قد تخدم سياسة معينة بسم الله الرحمن الرحيم هو إذا بدنا نحكي بشكل اقتصادي بشكل عام دائما الاقتصاد يقوم على فكرة أساسية هي عبارة عن الطلب والعن مثل ما حكينا هلأ عن السمك كنت أبتحكي هي هيدا فكرة حقيقية موجودة بالاقتصاد العرض والطلب هن اللي بيحددوا أي طلب أو أي سعر أو مستوى الأسعار الموجودة حاليا عادة بالأزمات الاقتصادية يصبح هناك أزمة بمستويات السيولة يصبح هناك خوف من أن يقوم الأشخاص بصرف أموالهم يصبح هناك أيضا صعوبة بتحصيل الأموال يعني اليوم اللي عنده شركة حتى لو عنده أموال خارجية يصبح منها صعب أنه يحصلها نحن عم نحكي اليوم بحديث عن حالة ركود متوقعة التوقعات ارتفعت جدا بالولايات المتحدة الأمريكية واللي هو الاقتصاد الأكبر بالعالم تقريبا توقعات الاقتصاد وسط تلمية بالمية يعني احتمال مؤكد بيعتبروه الخبراء بالولايات المتحدة الأمريكية بخلال 12 شهر من الآن حتى شهر أكتوبر 2023 بعض المؤسسات عم تعتبر أنه مية بالمية حيكون في حالة من الركود الركود شو هو؟ الركود يعني توقف الطلب عن السلع أو عدم القدرة على شراء أي سلع وبالتالي يصبح السوق إذا بدك العمل وسوق الإنتاج غير قادر على الإنتاج لأنه ليس هناك من يقوم بالشراء فهون بخلي الطلب يقلب طيب وهون منه يعني أنا كنت حابة أن طلق إلى فكرة دائما بنسمعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على المحطات الإخبارية عندما يتحدثون عن مثلا الحرب الروسية الأوكرانية يتحدثون أيضا عن أزمة الغاز بالعالم الطلب المتزايد للغاز بالعالم تعرف أنت اللي عم بصير اليوم وهذه الحروب التي باتت أيضا متواجدة في عدد من أوطاننا العربية وفي عدد من دول العالم اليوم لكل ذلك أو لكل ما تحدث به هناك انعكاسات على الاقتصاد والتي دائما ما يتم الحديث عنه بأنه في أزمة اقتصادية مقبلة نحن مقبلين عليها هل فعلا هالأسباب كافية لأنه نحن نعيش ركود اقتصادي لأنه نشكي اليوم من أنه قبل المنازل والعقرات اللي اليوم عم نتحدث عنها هل هناك أزمة حتى بالأكل والشرب هو شوفي إذا نحكي بموضوع شوي هكي سريعا الحرب الروسية الأوكرانية مشكلة هذه الحرب أنه هي صارت بدولة عبطعة للاتحاد الأوروبي أو لقارة أوروبا أكثر من 40% من حاجاتهم من الطاقة والطاقة هي عنصر أساسي لعمل أو للحياة اليومية اليوم المنازل بد طاقة المصانع بد طاقة السيارات بد طاقة حتى التدفئة يعني أنا لا أقعد ببيتي بالشتاء القارس القادم أنا بحاجة لتدفئة وبالتالي هذه المادة هي مادة حيوية ويتم استهلاكها بشكل كبير مع الحرب الروسية الأوكرانية تم توقف حوالي 40% من مصادر الطاقة التي تذهب إلى القرى الأوروبية وهذا أدى لارتفاع أسعار الطاقة لأنه صار بدهم بديل وبالتالي نحن نعرف أنه مشكلة الغاز أنه عملية نقله ليست عملية سهلة يعني هي مش شيء بتحطيه بكرتون وتبعطيه هناك عملية معالجة نقل الغاز يتم عبره حالتين يا إما بالحالة الغازية وهون لازم يكون فيه بايبس وأنبيب وشبكة توصيل من جهة استخراجه لجهة استخدامه أو بيحولوه لسائل وبيحطوه بسفن وبيخدوه على ميناء هناك بتتم معالجته فإذن اليوم القرى الأوروبية اعتمدت سابقا على الغاز عبر الأنابيب من روسيا وبالتالي من الصعب جدا أنه يلاقوا بديل وإذا لقوا عم بيكون مكلف جدا لأنه عملية نقله عم بتكلف الطاقة ارتفعت يعني جميع الأسعار ارتفعت نحن إذا بدنا نشوف حتى هلأ بهذا الستوديو نحن نستخدم كهرباء هذي طاقة نحن نستخدم إضاءة هذي كهرباء ومنها يعني نقدرنا ناخد على قطاع العقارات إذن التكاليف ترتفع بشكل عام بالعودة للعقارات قلت لنا أنه العرض والطلب يعني يؤثر ذلك على إذا بدك تسوق العقارات هل هو العامل الوحيد المؤثر على قيمة العقارات فقط العرض والطلب أم تدخل هناك عوامل أخرى بتحديد سعر السوق أكيد في عدة يعني عوامل أخرى العامل الرئيسي الطلب والعرض نحن دايما بلغة الاقتصاد بنقول مع ثبات العوامل الأخرى على حالها العوامل الأخرى هون هي أولا الوضع العام نفسية الأشخاص يعني اليوم في عنا دول مثلا نقول مثل مثلا دول العربية والشرق أوسطية دائما بيعتبروا أنه العقار هو الملاد الآمن الاستثمار الأهم وبالتالي بهاي الدول بيكون الخفاضات العقار ما في هذا الأسبار النفسي للعقار موجود بس ببعض الأحيان مش بهذا الشكل هو حالة استثمارية يعني اليوم نحن بدول مثل لبنان وسوريا نحن نشتري العقار نحن بدول الشرق أوسط نشتري عشان نحافظ على أموالنا بينما بدول أخرى بيشتروا لاستثماره وتحقيق أرباح منه وهون بيكون هدف الشراء التجاري لأنه نحن عادة العقار يشترى لسببين إما لسبب استثماري طويل الأمد أو للحفاظ يعني شخصي أو لسبب تجاري أو استثماري السبب التجاري يعني استخدامه ممكن لبناء مجمعات وتأجيرة ممكن شركة معينة ممكن مخازن بينما السبب الشخصي بيكون شخص عبشتري هذا إما للحفاظ عليه أو لبناء منزل خاص له نعم وعلى كل هذه المعطيات التي تحدث بها الآن خلينا نحكي عن التحديات الأساسية التي تواجه سوق العقارات اليوم والمرتبطة جزء منها كما تحدثت بالأزمة الاقتصادية المقبلة أو اللي بنعيش شوف إذا بدنا نحكي بشكل هايك شوي بسيط عادة العقار هو منتج بالسوق نعم وهذا العقار هو من المنتجات المكلفة عقار مش شي سهل وبالتالي الأموال اللي بتم وضعها فيه هي أموال كبيرة يحسب حسابها الشخص قبل ما يحطها أو بيخذه من البنك كقرد بشكل عام اليوم مع الأزمة اللي عم تصير حاليا اللي هي التضخم في عنا رفع أسعار فائدة لمجابهة التضخم رفع أسعار الفائدة أنا بدي أقول أنه بالولايات المتحدة الأمريكية نحن كنا مع بداية السنة ربع بالمية الفوائد اليوم عم نحكي بأربعة بالمية يعني إذا بدك تحسب شوفي كم ضعف صاره إذا بدك أسعار الفوائد على العقارات مع بداية العام كانت بحدود 2 بالمية بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم 7 بالمية هل هذا يقدم لاله إجابا مرات على قطاعات أخرى يعني المفروض أكيد ولكن على القطاع العقاري اليوم صار في عندي يعني مشكلة أولا من يريد أن يأخذ قرد أصبحت تكلفة القرد بالنسبة له عالية كتير وبالتالي أصبح هذا العقار عم بكلفه أكتر والدفع المطلوب منه شهريا عم بتكون أعلى وبالتالي هيدا بخليه يفكر أنه لا خليني انتظر قليلا وحتى بعض الأشخاص اللي عندهم عقار ببعض الأحيان عم بيكونوا مع ارتفاع الفائدة غير قادرين على السداد هاي اللي شفناه بالأزمة 2009 فبيقوم بيضطر أنه يبيع هيدا المنزل مع كترة هود الأشخاص بيكون الوضع أكتر بعد في نقطة صغيرة الأشخاص الذين يملكون المال ما بدوا ياخد قرد اليوم أصبح عنده خيار أنه يحط أمواله بالبنك ياخد 5 أو 6% فهون صار بيقول أنا ما بدي فوت باستثمار عقاري الآن وممكن أجره ممكن لا ممكن بكرة تنزل الأسعار خليني يحط هيدا المبلغ بالبنك واخد 5 إلى 6% أصبح عنده خيار استثماري ذو عائد ممتاز جدا 5 إلى 6% هيدا نحنا من 10 سنين ما وصلنا لها بدول العالم على الدولار أستاذ أحمد بالحديث عن السلوك البشري الفردي حول الأزمات الاقتصادية غالبا ما يعتمد من هيك يمسكون بزمام الاقتصاد على هذا السلوك الغريزي للناس أنه وضيط الأسعار من بيع منشتغي وهو السلوك ربما لا يكون مرتبط دائما عقليا بتحليلات اليوم إذا مشاهد عن بيتابعنا وفي أزمة ما هو السلوك كاقتصادي الأمثل له هل يبيع أم يحافظ على عقاره يعني ما هي نصيحتك للناس هذا السؤال الجوهري يعني لأنه ونحكي بشكل فردي ونحكي عن الناس هم بيلعبوا بالأسواق لا عم نحكي عن شخص في عنده عقار بسيط يعني عنده بديعرف شو بديعرف عقار اللي هو بيملكه إله إذا هو عب يستخدمه الفترة الحالية مع فترة الركود ما بنصح أي واحد أنه يتخلى عن عقار يملكه يملكه عب يستخدمه يعني ساكن فيه ليطلع يستأجر لأنه اليوم الفترة القادمة على مستوى العالم عم نحكي ما عم نحكي عن محل معين فيه تخوف من عملية ركود إذا صارت هاي رح نشوف مزيد من التسريح بالأعمال نحن يعني شفنا تويتر وفيسبوك اليوم عم نحكي بتسريحات كبيرة وبيإيقاف كثير من الأشخاص عن العمل اليوم العالم خطر الركود هو سبب رئيسي لهذا الموضوع اليوم أنا بدي أقول أنه اللي عنده عقار عب يستخدمه يحافظ عليه واللي عنده عقار وما عم يستخدمه إذا كان هيدا العقار بهدف تجاري قد يكون بيعه بالوقت الحالي إذا كانت الأسعار بعده بهذه المناطق جيدة شي منيح على أمل الشراء لاحقا نعم تمام أو الاستفادة من أمواله باستثمارات أخرى مثل البنوك وغيرها الشراء الوقت الحالي من الآن لنقول حتى وصولنا متوقعين بشهر ما ينكون الذروة تبعيد عملية الركود ممكن وقتا يكون عملية شراء ممتازة جدا ويكون في فرص استثمارية